أهلا بكم، تولت مؤخراً انتقادات الجزائر لتشخيص الذي تقدمه بين الفينة والأخرى تقارير المؤسسات المالية الدولية في طلعتها مجموعة البنك العالمي للاقتصاد الجزائري لدرجة أن وكالة الأنباء الجزائرية تنشر منذ الأسبوع المنصرم قصصات بعيدة عن الأجناس الصحفية قريبة إلى محاضر الشرطة الملفقة تكيل فيها التهم والقدف لخبراء البنك الدولي ومسؤوليه بعد أن كشف التقرير الأخير للمؤسسة المالية الدولية بالمؤشرات والأرقام الموضوعية على الاقتصاد الجزائري تشخيص اقتصادي أغضب سياسياً الحكومة الجزائرية وإعلامها العمومي والخاص لدرجة محاولة إقحام المغرب عنوة وبدون مناسبة في مشاكل البلاد المالية والاقتصادية في ملف عدد هذا الأسبوع وقفة موضوعية عند اختلالات الاقتصاد الجزائري الظرفية والبنيوية بمعيات مستشار ميديان الاقتصادي عبد خلق التهمي أستاذ التهمي أهلا بك أهلا وسهلا بداية وقبل الخوض في حيثيات الحملة التي دشنتها الجزائر على مؤسسات البنك الدولي بودنا أن تعرفنا بعجلة على مدى توفر البيانات الاحصائية الاقتصادية الصدر عن المؤسسات الجزائرية ومدى دقتها هناك في الجزائر مؤسسات تصدر وتوفر البيانات الاحصائية والاقتصادية بل أكثر من هذا فعادة ما تستعمل لمؤسسات الدولية الأرقام الرسمية لبناء تحاليلها لكن الإشكال يحدث عند التسطور عن الأرقام إخفاؤها أو استعمالها بشكل مغلوط لإغراض سياسية إن حدث فعلى سبيل المثال عبرت الحكومة نفسها عن مخاوفها من تدعية البطالة في الجزائر بالنظر إلى الأرقام التي تم تسجيلها نظرا للظروف الاقتصادية والاستثنائية الحالية المرتبطة بالأزمة الصحية ويتم إنتاج تلك الأرقام في الديوان الوطني للإحصاء الجزائري نفس شيء في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ثم هناك مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية في الجزائر فمعطيات مثل هذه المؤسسات هي التي سجلت أن الجزائر فقدت ما بين 100 و150 ألف منصب شغل بسبب الجائحة على الخصوص من جانبه ينشر بنك الجزائر مؤشرات ماكرو اقتصادية ونقدية فهو من نشار مثلا أن نسبة التدخم التي تصيب الأسر في قدرتها الشرعية ارتفعت من 6% إلى 9.9% خلال سنة بين أكتوبر 2020 وأكتوبر 2021 بارتباط مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي سجلت نسبة ارتفاع في 16% إلى 5% حسب بنك الجزائر إذن هناك بيانات إحصائية اقتصادية تصدر عادة على المؤسسات الجزائرية ويعاد استعمالها من طرف مؤسسات أخرى وهذا ما يقوم به البنك العالمي مثلا لماذا أغضب تقرير بنك الدولي الأخير السلطات الجزائرية سيما أن خلاصاته جاءت متقاطعة مع تقارير محلية ودولية سابقة لطالما ذكرت بالاختلالات البنيوية والذرفية المعروفة في الاقتصاد الجزائري أغضب السلطات الجزائرية لأنه صريح ويضع الوضع الاقتصادي في البلاد في الإطار الصحيح والموضوعي وسحاوين هنا تفسير ذلك ارتكازا على المؤشرات ومعطيات موضوعية فالسلطات الجزائرية ترى أن التقرير يقدم ما قالت عنه أنه رؤية سوداوية للوضع الاقتصادي والمالي للجزائر فبالنسبة للمسؤونين في الجزائر يدخل هذا التقرير في مؤامرة لضرب استخرى للجزائر وتغليط رأي العام من طرف خبراء مشهود بحيادهم عامة أما الواقع فلا يعلع عليه ويعرفوا الجزائريون أكثر من غيرهم في الحقيقة قابل المؤسسة الدولية كيفما كانت فهم يعرفون جيدا موقع طبعفهم الاقتصادية التي أظهرها تراجع أسعار النفط منذ سنة 2014 ثم عمقتها الأزمة الصحية وهذا مظهرته أيضا بعتصدق النق الدولي مؤخرا حيث أكدت أن العز الكبير في المالية العامة في الجزائر وكذلك تراجع أحتياط العملة الصعبة وعودة التدخم إلى الرسفة وتراجع سعر صرف الدينر وكل ذلك يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر الجزائرية وهذه مبادئ في الحقيقة اقتصادية ثابتة لا جدالة فيها فمن الواضح أن المسؤولين في الجزائر لا يقبلون الحقيقة ويحاولون تغطير الشمس بالغربال كما يقال ويتركون أشخاصا لا معرفة لهم بما هو اقتصادي يهاجمون وبدون موضوعية خبراء ودكاتر في هذا العلم ففي كل تقارير التي يصدرها البنك العالمي يقوم خبراءه بتفكيك وتحليل المعطيات التي أخذونا من البلد المعني بنفسه ويقومون باستنتاج وباستقطعات وترابطات ونمدجة لاستنتاج خلاصتهم تحتلات الفرضيات وهذا هو عملهم يكشفوا على ما يعتبرونه نواقص تستوجبوا وضع سياسات صحية بنيوية أو ظرفية وللبلاد اتباعها أو إهمالها لأنها فقط للاستشارة والنصح التقني في مختلف الميادين بل عادة ما يقوم البنك العالمي بالطلاع المسؤولين عن محتوية كل تقارير قبل مشرير وهذا ما حدث على الأرجح في التقارير الحالي آخر سؤال الخلاف الذي اختلقته الجزائر مع البنك الدولي المفروض أنه ثنائي فلماذا تصر السلطات الجزائرية سواء عبر تصريحات رسمية أو إعلامية الزج دائما بالمغرب في مقارنات اقتصادية واجتماعية مغلوطة وهك العادة وفي كل ما يدين يقحم المسؤولون الجزائريون المغرب في مشاكلهم حتى في نوعية العشو في ملاعب كرة القدم في الجزائر وحاول المسؤولون القيام بالتوازي بين الجزائر والمغرب لتخفيف من وقع التقارير خصوصا بالنسبة للأرقام التي تلائمهم ولقد تهم المسؤولون البنك العالمي بمحابات المغرب وأن تقارير هذه المؤسسة كان دائما لصالحه هي التي ساغت قريرا في أواصل تسعينة القرر الماضي ترك لنا توصيف ما يعرف بيننا بخطر بين قوسين السكتة القلبية التي تحدث عنها المغفور الحسن الثاني وتقارير أخرى بما له معانيها فالمغرب لا يملكوا أكثر مما تملكوا الجزائر من مؤسسة بريتون وونس والمسؤول الأول اليوم عن شمال إفريقيا وشرق أوسط بالنسبة للبنك الدولي تونسي حسب عالمي وليس مغربيا والأحد يستثني العلاقات المتميزة التي تربط المغرب مع كل مؤسسة الدولية المبنية على الاحترام منذ عقد بالنسبة لأرقام الفقر تحديدا وأنا أعرف هنا جدا ما أقوله في هذا الميدان فالمغرب لم يخفي أبدا الأرقام مرتبطة بهذه الظاهرة منذ سنة 1994 وقد أصدرها البنك الدولي والمندوبية السامية التخطيط بعد كل بحث وبعد إنجاز كل خريطة للفقر النقدي أو متعدد الأبعاد وهي منشورة ومعروفة ولا تحتاج للمزايدة بالنسبة للمعطيات المرتبطة بما هو ماكرو اقتصادين فبعد اختتام أشغال بإعتاد صندوق النقد الدولي في إطار ما يعرف بالمدى الرابعة يتم إصدار تقارير وتصريحات الخبارة وأعضاء الفارق المشارك في المهمة لا يتهم المغرب الجزائر في ذلك ولا يزج بها في ما لا يعنيها وهذا هو الصواب لإشارة كان آخر تقارير بعض صندوق النقد الدولي للمغرب إيجابي وقد يكون هذا أيضا من السبب التي لم ترق المسؤولين الجزائريين وكان التقارير قد أشار بالحرف أخذ الجملة التي جاءت في التقارير بالحرف أنه بفضل حملة التطعيم الناجحة جدا في المغرب تمت السيطرة على الأزمة الصحية وبدأ الاقتصاد المغربي ينتعيش وقد يكون في ذلك ما يغضب المسؤولين بالأساس في الجزائر مستشار ميدي آل اقتصادي عبد الخلق التهمي شكرا جزيلا لك شكرا روبرتاج والعدد يتوقف عند نمط العمل عن بعد في المغرب في ظل هذه الموجة الجديدة من تفاشي الوباء مع ظهور المتحور أوميكرون السريع على انتشار في المتابعة اعتماد سلام في زمن جائحة كورونا ومتحوراتها المربكة أصبح العمل عن بعد في بعض الحالات ضرورة وليس طرفا للوقاية من العدوى الحكومة والسلطات المحلية أوصت به في عدة مناسبات من أجل تفضيل وتشجيع هذا النمط من العمل في ظل التفشي السريع لمتحور أوميكرون مروان شرف الدين مسير مقاولة في الضار البيضاء قررنا الاعتماد على العمل عن بعد نظرا للجائحة ونظرا لهذا المتحور الجديد وأيضا تبعنا التعليمات لعطاة الولاية في هذا الصدد أننا نقلص من عدد المستخدمين في الشركة وبالتالي رطائنا أننا نشتغل بـ 50% في هذا الوقت هذا بدورهم مستخدموا المقاولات وجدوا في نمط العمل عن بعد فرصة للتأقلم والتعايش مع الجائحة عثمان التومي مسؤول تجاري في مقاولة بالدار البيضاء إذا كانت بعض مقاولات القطاع الخاص قد استوعبت فضائل العمل عن بعد في هذا الضرف الصحي الصعب فإن مقاولات أخرى لا تعتمد هذا النمط إما توجسا من تدني مرضودية المستخدمين أو لعدم توفر التجهيزات والمعدات التقنية الضرورية لاعتمادها نختم بفقرة جغرافيا اقتصادية التي ترسد تطور اقتصاديات إفريقيا جنوب السحراء مؤخرا وفق الرئيس النيجيري على ميزانية قياسية للعام الفين واثنين وعشرين بلغت نحو واحد وأربعين مليار دولار وذلك في ظل مجابهة اقتصاد البلاد الأكبر إفريقيا لانعكاسات التضخم في المتابعة محفوظ وولد السلام الميزانية التي بدأت تطبيقها اعتبارا من فاتح الشهر الجاري بلغت قيمتها واحدا وأربعين مليار دولار بزيادة حوالي ستة وعشرين بالمائة مقارنة بميزانية الفين وواحد وعشرين حول أهم بنود الميزانية الجديدة يتحدث الدكتور محمد شريف رمضان أستاذ بجامعة كاشيري الفيدرالية بولاية جومبي النيجيرية ميزانية هذا العام أعطت النصيب الأكبر للأمن وكذلك البنية التحتية ثم التربية والتعليم أيضا وجدت نصيبا كبيرا وكذلك الصحة ثم أوطت القطاعات الأخرى مثل زراعة الريو نصيبا كبيرا نيجيريا الأكبر إنتاجا للنفط بإفريقيا تضرارت كثيرا جراء كورونا وانهيار أسعار الذهب الأسود ما أدى إلى ركود اقتصادي نسبته ناقص 1.8% لذلك فإن إنعاش الاقتصاد سيحظى بالأولوية في هذه الميزانية يوضح من بريكسل الدكتور محمد لمين مغاسوبا باحث في القانون الاقتصادي والتجارة الدولية سيذهب جانب كبير من هذه الزيادة إلى النفقات العامة ومواجهة التدخم وارتفاع الأسعار في السوق المحدي إذن نعتقد أن هذه الزيادة سوف تؤدي إلى إنعاش الاقتصاد وفقا للبنك الدولي فقد انتعاش النمو في نيجاريا بنسبة 2.7% العام الماضي لكن هجمات العصابات الإجرامية وعمليات الخطف ارتفعت في ظل بقاء الزيادة في أسعار السلع الغذائية مرتفعة جدا وهو ما قد يكون له بعض التأثير ممتن للمتابعة إلى اقتصاديات الأسبوع المقبل بحول الله اشتركوا في القناة